زيكم بناتا عاملين ايه? وحشتوني? يا رب تكونوا دايما بافضل صحة واحسن حال. النهاردة جيالكم بوصفة مرأة خدار المجفف. يا رب تعجبكم. النهاردة الاول مرة بسجل الفيديو بعد ما بخلص. كان عندي دوشة كتير قوي ما كانش ينفع. يا رب تكونوا بتتبعوني واسمع اراءك وشوف تعليقاتكم حلوة. حتى لو نقد انا يعني اتمنى اشوفه. يلا نخش على وصفتنا على طول ونبدأ نقول هنعمل ايه? اول حاجة اه دي المكونات بتاعة المرأة الخضار اه المجففة. اه يعني اللي مش بتحط في تلاجة. اه اول حاجة عندي دول اربع بصلات تقريبا متوسطين. عندي ربطة كزبرة خضرة. عندي كام عود كرافس. عندي توم مفروم. عندي تلات جزرات متقطعين. دول الحاجات اللي هدخلهم الفرن. الحاجات دي اللي هي البصل والجزر والتوم والكرافس والكزبرة الخضرة. هما دول اللي هيدخلوا الفرن. وهقول لكم يدخل الفرن يعملوا ايه? تمام? دي التوابل اللي انا حضافها عشان تديلي نكهة حلوة. عندي اه السبع بهارات. عندي زعتر تركي. عندي بابريكا. عندي اه كاري. عندي اه كزبرة نشفة. عندي سكر. عندي ورق لوري. عندي فلفل اسود. طبعا يا جماعة في ذات المرأة دي اه مقدرها مش محسوبة بالسانتي. يعني لتقدري اه تتقنني. الحاجات التوابل دي كلها معلقة معلقة. دلوقتي اول حاجة حبدأ اه انا مش بفروم البصل. ولا بقطعه كبير. حوري لكم شكله دلوقتي حالا. بيبقى متقطع اه صغير شوية علشان ما ينزلش مياه كتير. انا مش عايزة ينزل مياه كتير. زي محددكوش يفين حتى وانا بلف كده بلف لفة صغيرة في الكب علشان ما يفرمهاش زيادة. آآ زي ما حضرتكو شايفين كده حواري لكم الشكل المفروض يبقى عليه البصل والجزر والخضرة اللي هو الكرافس والشايفين متقطع صغير شوية زي ما حضرتكو شايفين. تمام كده? انا كده عملت البصل هكمل باقي البصل وارجع لكم. بعد كده في نفس الكبه هنزل الجزر. كده خلصت البصل. الشكل ده. شايفين مش متقطع صغير قوي ولا مفروم قوي ولا متقطع كبير. كده هنزل الجزر وبرده هيبقى شبه متقطع صغير قوي. يعني مش مفروم قوي. عايزة آآ كل آآ حاجة من دول تبقى محتفزة بآآ بقيمتها الغذائية. كده هدرب الجزر بالشكل ده. ودلوقتي بادرب الكرافس والااا والكزبرة الخضرة. بالشكل اللي حضرتكو شايفينه. والنهارده كان الكبه بتتخانق معايا معرفش ليه. كان في مشكلة عميقة بيني وبين الكبه. بس الحمد لله تفاهمنا في الاخر وربنا هداها. زي ما هداتو شايفين بلف لفة بسيطة كده علشان مفرومش الحاجة وتطلع فيها مياه كتير. تمام جدا. وعندي لتوم طبعا انا مفرزها قبل كده وقلتلكو مش فاكرة انا نزلته الوصفة بس يعني لو مش موجودة هنزلها تاني. كده انا خلصت الكزبرة والكرافس. عايزة اقول لكم ريحة البيت النهارده كانت كلها. بجد يا جماعة المرأة في البيت. بجد عظيمة حلوة جدا. شايفين ميكس الالوان ده عامل ازاي? بجد يخطف القلب يعني. كده هقلب بالشكل اللي حضراتكو شايفينه. وهحط على على الكمية اللي انا عاملها دي هحط تقريبا معلقتين ملح على الكمية بتاعتي اللي انا قلتها من الاول بالشكل ده. معلقتين ملح وهقلبه. طبعا دي الحاجات دي اللي هتدخل الفرن. طبعا بتاعتي اللي هي الكزبرة والبابريكا والكاري والحاجات دي كلها مش هتدخل الفرن. كده نزلت التوم وحبدأ قلبه كله في قلب بعضه. تمام كده قلبت التوم مع الجزر مع البصل مع الكرافس مع الكزبرة الخضرة مع مع معلقتين الملح. عندي الصينية دي لو عندك ورق زبدة حطي ورق زبدة ما عنديكيش. انا ده هنتهى آآ بمعلقة زيت صغيرة. بالشكل ده. طبعا في تركاية كانت خطأ مني انا انه حاطتي الكمية دي كلها في الصينية وطلعت كمية كبيرة قوي فحتشوفوا دلوقتي ان انا حنقل كمان في صينية تانية. انا كده بدهن الصينية. مش حابة زيت صغيرين جدا مش كتير. حبدأ انزل الكمية بالشكل ده. طبعا هكتشف الخطأ ده وحالا هصلحه. المفروض ان هي تبقى طبقة خفيفة ان تبقاش تقيلة. فانا طبعا اول ما اكتشفت الخطأ ده تدركته على طول يعني وجبت صينية كمان وده هنتهى بالزيت وآآ يعني نصصت الكمية شوية عشان آآ يبقى سهل جدا ان هي تتشوي لانه الخضار ده هيتشوي دلوقتي. تمام جبت الصينية التانية وحابة انقل الزيادة اللي عندي في الصينية دي في الصينية التانية. على فكرة وصفات يا جماعة والله وصفات سهلة جدا بس احنا المتخيلين ان هي صعبة وبنخاف. عايز اقول لك احنا بنجيب المرأة دي. طبعا وشركات محترمة كلها وزي الفل بس الميزة انه دي حاجة كلها ما فيهاش مواد حافظة اصلا. كلها حاجات يعني جدا. آآ واكيد مش مدرة ما فيهاش اي حاجة يعني ممكن اخاف منها. طبعا كل الدكاترة بيحذروا من المرأة عموما يعني. بس آآ معمولة بطريقة صحيحة وصح. مش مش مدرة ابدا. كده آآ طبعا دخلتها الفرن على درجة حرارة قليلة جدا. اقل درجة حرارة. كل شوية بقيت اطلحها زي ما حضرتكم شايفين. واقلبها كده. علشان طبعا ما تتحرقش. وعلشان اجيب الكل اللي تحته. كده اقلب كويس. بالشكل ده. كان وقتها ابتدت يعني انا قعدت بالزبط ساعة وتقريبا ساعة ونص. وبعدين خرجتها في الهوى شوية ديتين ولقيتها القرمشة يعني انا كان نفسي سمعتكم الصوت بتاع القرمشة بتاع المكونات دي. في التوقيت ده حابدأ آآ افضي المكونات بتاعتي كلها على بعضها. زي ما حضرتكم شايفين كان صوت القرمشة ده مش عايز اقول لكم عامل ازاي. بالشكل ده. تمام. طبعا اكيد شايفين الصورة انه النزول بتاعهم واضح ان هي اه تحمصت حلوة قوي. في التوقيت ده حابدأ انزل آآ المكونات بتاعتي كلها. بوري لكم يعني المكونات كلها اتحمصت حلوة قوي. حابدأ انزل المكونات بتاعتي اللي قلنا عليها. كاري بابريكا. ورق لوري فلفل سكر كسبرة آآ كل المكونات اللي انا قلت عليها في الاول. وحقلبهم وابدأ آآ اضربهم في المطحنة بتاعتي. زي ما حضرتكم شايفين? تمام جدا. النهاردة اجهزتي كانت اجهزة بتاعتي هي المطبق الكبة والخلاط. كانوا واخدين موقف مني وحش جدا. لان انا برضو حابدأ اشغل الخلاط. هيعمل معايا موقف مش لطيف بس الحمد لله هيكمل يعني. اه شفتو? لا بس الحمد لله. كده هضربهم في الكابة كويس قوي. دقي خبطي كده عشان آآ لفوق ينزل تحت عشان خاطر يضرب كله حلو. هضربهم ضربا مبرحا. شوفوا بعد الضرب المبرح حصل لهم ايه? في اجمل من كده. في احلى من كده في الحياة. ريحت البيت النهاردة كانت رهيبة. بجد يا جماعة الحاجات في البيت عمار وخير وبركة. بجد جربوا جربوا وتعملوا في البيت افضل بكتير من الاقل حفاظا على صحتنا وصحة ولادنا يعني ما خدش مني وقت يعني حطيها في الفرن يا ستي وروحي وارجعي عليها. هتلاقي الامور سهلة جدا. دي الت ركاية اللي انا بقول عليها. انا آآ بالمصفة كده وحبيت انخلهم. يعني مش عايزة فيهم حاجات كبيرة. وعلى فكرة اللي انا نخلته تطلعته. ونخلته يعني اضربته في الخلات تاني وبعدين نخلته. كده بعد ما نخلته كله. شايفين شكل المرأة الخضار. يا رب وصفتي تكون عجبتكو. دلوقتي حابدأ املة في العلبة بتاعتي. يا رب تكون وصفتي عجبتكو يا جماعة. واشوف دايما آآ لايكاتكو وكومنتاتكو الحلوة. آآ يا رب آآ اشوفكو دايما على خير. وسعادة وسحة وراحت بال ودي اهم حاجة في الدنيا. السطر وراحت البال. آآ لو في اي مقترح لأي وصفة نفسكو اعملها انا تحت عمركو. قلولي. وآآ ببقى مبسوطة وفرحانة جدا. وانا بعمل كل الوصفة فعلا بتفرحكم.